تحالفنا وشركاؤنا على الأرض أخرجوا داعش مما يقرب من نصف أراضيهم التي سيطروا عليها في العراق وعشرين بالمئة من أراضيهم في سوريا قصفنا الجوي أضعف قيادات داعش وضغط على خطوط إمدادهم وعطل قدرات التنظيم على نقل الجنود والوحدات في المناطق المختلفة الحدود التركية السورية تم تشجد الرقابة عليها كما قمنا بتقليص مصادر دخل داعش عبر ضرب المنشآت النفطية التي يسيطر عليها وناقلاته النفطية والأماكن التي يحتفظ فيها بالأموال في بداية الشهر الحالي القوات العراقية سيطرت على قاعدة القيارة والتي تبعد حوالي 65 كم عن مدينة الموصل أكبر المدن التي يسيطر عليها التنظيم